تحت رعاية الدكتور علي بن فضل البعينين النائب العام وبحضور معالي المستشار عبدالله بن حسن البعينين رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ومعالي شيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف عقدت النيابة العامة بتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية ورشة عمل عبر الاتصال المرئي بعنوان دور الوساطة الجنائية لطرح فكرة واضحة وملمة عن الوساطة وحكمتها وأثرها القانوني على الدعوة الجنائية وصولا إلى فهم كامل وتطبيق سديد للوساطة أقامت النيابة العامة ورشة عمل بعنوان دور الوساطة الجنائية التي تناولت محاور متعددة تضمنت عرضا لمفهوم العدالة التصالحية ووسائلها وغاياتها ودور الوساطة وأثرها على الدعوة الجنائية ومردودها الإيجابي على المجتمع ننظر بنظرة جديدة لحل القضايا الجنائية دون ما اللجوء إلى المحاكم وإنما نابعة من أطراف النزاء نفسهم من المجني عليه ومن الجاني ومصلحة المجتمع في الحفاظ على أن تصل إلى حلول توافقية أفضل من حلول تصدر من قاعات المحاكم وتهدف الورشة إلى التعريف بنظام الوساطة الجنائية في حسم الدعوة الجنائية في الجرائم التي يجوز فيها الصلح والتصالح والتي تبناها المشرع في إطار رؤيته المستنيرة لتطوير إجراءات إدارة العدالة الجنائية والسياسة العقابية دون الإخلال بمقتضايات العدالة والمساس بحقوق المجني عليهم والمتضررين من الجريمة نظام الوساطة في المسائل الجنائية يتماشى مع التطور الذي انتهجته مملكة البحرين لمنظومات العدالة كونها أساسا تقوم الوساطة في المسائل الجنائية على النظام العدالة التفاوضية وهي أسلوب غير تقليدي في حال النزاعات الجنائية الهدف الرئيسي من هذه الورشة هو التطبيق الفعال لإحدى النظم المستحدثة في التشريع البحريني في مجال فضل النزاعات الجنائية وهي الوساطة في المسائل الجنائية كأحدى نظم العدالة التصالحية والله الحمد كان هناك تفاعل كبير بين المشاركين في هذه الورشة ونحمد الله على نجاح هذه الورشة وتلعب الوساطة الدور الأمثل في الحلول البديلة لتسوية المنازعات لما لها من مزايا عديدة تتمثل في سرعة الفصل في القضايا وتقليل العب على عاتق المحاكم ورشة عمل جاءت لتؤكد على تقدم السياسة العدلية والجنائية والدور الكبير الذي تلعبه الوساطة بالجرائم في دولة القانون والمؤسسات والغائم على النحو الذي يحقق العدالة التصالحية على أساس مبدأ التراضي وبما لا يخالف النظام العام طلال نايف لمركز الأخبار تلفزينا البحرين